نقلت شبكة NBC و CNN عن مصادر قريبة من الملف الأمريكي وعن مسؤولين أمريكي أن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا بالضربة مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية رسمية قالت لصحيفة جوريزيلين بوست أن إسرائيل ردت على من هاجمها مضيفة أن التل أبيب لن تعلن مسؤوليتها عن هذا اللجوم لأسباب استراتيجية اشتركوا في القناة